الحمد لله رب العالمين وأصلي وأوسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تناولنا في اللقاء السابق أقسام التفسير من حيث مصادره ونتكلم في هذا الدرس ان شاء الله عن أقسام التفسير من حيث طرائقه ثم أقسام التفسير من حيث مناهجه يقسم العلماء التفسير من حيث طرائقه خاصة في كتب التفسير إلى أربعة أقسام التفسير الإجمالي والتفسير التحليلي والتفسير المقارن والتفسير الموضوعي فأما التفسير الإجمالي طبعا لم يذكر هذا المؤلف رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن فنضيف هذا إلى ما ذكر التفسير الإجمالي هو أن يعمد المفسر إلى الآية أو المقطع من الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد ثم يفسرها تفسيرا إجماليا عاما بحيث يبين المعنى على سبيل العموم والإجمال من غير أن يفصل في معاني المفردات وفي الإعراب وذكر أقوال المفسرين وإنما يفسر القرآن بالمعنى العام للآيات طبعا هو لابد حتى يفسر المعنى العام للآيات أن يعرف معاني المفردات قبل وما ورد فيها من الأقوال من أقوال المفسرين ثم يعرف كذلك يتأمل سياق الآيات مع النظر إلى مقاصد القرآن وأغراضه ثم يفسر الآيات أو المقطع أو الصورة القصيرة تفسيرا إجماليا يذكر فيه معنى على سبيل الإجمال هذا التفسير يمثله مثلا تفسير السعدي رحمه الله تفسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن التفسير الميسر يشبه التفسير الإجمالي يعني لا يركز فيه على التفاصيل ولا تفسر الآية جملة جملة وكلمة كلمة وإنما يذكر المعنى العام للآيات مثل تفسير السعدي رحمه الله تعالى هذا التفسير يصرح في البرامج الإعلامية وفي الكلمات وهو نوع من أنواع التفسير المهمة التي يحتاج إليها وبعضهم يسميه تفسير الجملي يعني يجمل لا يدخل في التفاصيل قلنا لكم أوضح مثال له هو تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى وكذلك التفسير الواضح الميسر لمحمد الصابوني التفسير الميسر الذي أصدره مجمع الملك فهد النوع الثاني التفسير التحليلي المقصود بالتفسير التحليلي أن يعمد المفسر إلى الآية فيفسرها تفسيرا تحليليا بحيث يأخذ كل كلمة ويبين معناها وكل جملة ويبين مدلولها كجملة ويذكر الأقوال أثناء ذلك ويبين ما تشتمل عليه هذه الآية من أقوال للمفسرين ولأئمة اللغة والبيان الذين عنوا بتفسير الآية فيفسر الآيات تفسيرا تحليليا يحلل الآيات فيه إلى جمل وكلمات ويذكر أقوال المفسرين وهذا الذي عليه أكثر كتب التفسير تفسير ابن جليل الطبري في الجملة يحلل الآيات وهيصلها تفسير ابن عطية تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور تفسير فتح القدير الجزء التفسيري من الجامع لأحكام القرآن تفسير البحر المحيط تفسير البيضاوي هذه كلها تسمى التفسير التحليلي لأنها تحلل الآية إلى أجزاء وكلمات ثم تفصلها وتبين معانيها وما ورد فيها من أقوال للمفسرين وهذا النوع هو السائد في كتب التفسير أكثرها عليه وهو الذي يعتمد في الغالب في الدراسة في المراحل الجامعية ويدرس للطلاب لأنه يحلل الآيات ويفسرها على وجه التفصيل أما النوع الثالث فهو التفسير المقارن المراد بالمقارن هو ذكر الأقوال والمقارنة بينها أن تذكر الأقوال في التفسير ثم يقارن بينها ويوازن بينها فيدخل في التفسير المقارن التفسير التي عنيت بنقل أقوال السلف والموازنة بينها وأول ما يدخل في هذا النوع تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله جامع البيان وتفسير ابن عطية كذلك تفسير ابن كثير كذلك تفسير أضواء البيان كذلك فإنه يسلك هذا المسلك تذكر الأقوال ثم يقارن بينها ويرجح الراجح ويضعف الضعيف فيقارن فيه بين أقوال المفسرين أخيرا التفسير الموضوعي تفسير الموضوعي هو نوع يعني اهتم به المتأخرون والمعاصرون ويدخلون تحت أنواع تفسير الموضوعي مثلا أن تأخذ موضوع في القرآن الكريم كالصبر في القرآن الكريم أو الجهاد في القرآن الكريم أو آيات القسم في القرآن الكريم ثم تجمع هذه الآيات وتتحدث عن هذا الموضوع من خلال هذه الآيات فضائل الصبر أقسام الصبر جزاء الصابرين من خلال الآيات القرآنية الإحسام في القرآن الكريم هذا نوع النوع الثاني يسمونه أيضا يدخلونه في التفسير الموضوعي وإن كان يعني فيه إشكال الذي هو تفسير مفردة من خلال القرآن يأخذ مفردة قرآنية ثم يفسرها تفسيرا باعتبار معانيها في القرآن مثل الأمة في القرآن الكريم الزينة في القرآن الكريم طبعا هذا تفسير لفظي بعضهم يسميه موضوعي يعني هو من التفسير الموضوعي تفسير مفردة أو لفظ من خلال القرآن الكريم ولكنه حقيقة أقرب إلى التفسير المعجمي تفسير اللفظ ومعرفة موارده والاستعمالاته في القرآن الكريم هناك نوع آخر من التفسير الموضوعي وهو تفسير صورة تفسيرا موضوعيا بحيث ينظر إلى الصورة والموضوع الذي اجتملت عليه مثل مثلاً سورة الممتحنة موضوعها الولاء والبراء يتكلم عن هذه الصورة من خلال هذا الموضوع سورة مثلاً الحجرات الأداب الاجتماعية في ضوء سورة الحجرات سورة مثلاً الأنفال تتعلق بالقتال وأحكام الجهات فموضوع من خلال سورة هناك قسم آخر ممكن أن يدخل تحت التفسير الموضوعي وهو موضوع في آيات مثلاً آداب الغني والفقير في ضوء قصة قارون في سورة القصص يعني موضوع في جزء من الآيات مثلاً صفات أو واجبات الأم في ضوء آيات من سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه وقالت لأختي قصي كل هذه الممكن أن نأخذ من هذه الآيات مثلاً ما ينبغي للأم أن تكون عليه عند تربية أبنائها وصايا الأب لابنه في ضوء آيات سورة لقمان وهكذا إذن موضوع في جزء من سورة وموضوع في آيات كل هذا يعني يدخلونه في التفسير الموضوعي وهو مهم في باب الدعوة وفي باب الاستفادة من القرآن الكريم وحديثه عن الموضوعات المتعددة أخيراً أقسام التفسير من حيث المناهج من حيث المناهج طبعاً هذا يتعلق بالتأليف بالتفسير هناك مناهج فهناك التفسير العقدي التفسير العقدي يا أخوان هو التفسير الذي يركز المفسر فيه على المسائل العقدية ويعتني بها سواء كان على مذهب السلف أو على مذهب المبتدعة من الكتب الجيدة في هذا هذا الكتاب نكة القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام وهو قل من يتنبه له هذا الكتاب للحافظ للإمام محمد بن علي القصاب يتكلم فيه عن الآيات من حيث دلائلها العقدية ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أصحاب البدع ويقرر عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال ما دلت عليه الآيات فمثلاً لما يفسر أو يأخذ آية مثلاً مثلاً يقول حجة على المعتزلة والقدرية لقوله أغفلنا ولم يقل غفلوا ثم قال واتبع هواه ولم يقلوا أتبعناه هواه ففيه أكبر الدليل على أن إضافة أفعالهم إليهم في مواضع الإضافة في القرآن غير دافع فعله بهم وإرادته فيهم إذ قد يجمع بينهما في حرف واحد كما ترى وما كان ربك نسياً فإن قالوا فإذا كان قد جمع بينهما فلما اخترت أحدهما دون صاحبه قيل اخترت في أصل الإمام ما يكون به إرادة المخلوق تبعاً لإرادة الخالق إلى آخر كلامه فهو يقرر طبعاً ليس المجال مجال تفصيل وشرح للكلام وإنما هو يعنى بالجانب العقدي هذا على مذهب الحق على منهج جهل السنة والجماعة هناك من المفسرين من يقرر الآيات ويفسرها بناء على منهج المعتزلة مثل تفسير الزمغشري وتفسير الأشاعرة وهي أكثر التفسير تفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود تفسير النسفي يعني على مذهب ما تريدي هذه التفسير تذكر الآيات التي تتعلق بجوانب العقيدة وتفسيرها على منهج عقدي معين إذن هناك اتجاه عقدي طبعاً كتب التي يمكن أن تصنب بأنها كتب تفسيرية موافقة لمذهب السلف وأهل السنة والجماعة تفسير ابن جرير الطبري تفسير البغوي في الجملة تفسير القرآن العظيم لأبي المظفر السمعاني تفسير الحافظ ابن كثير تفسير أضواء البيان للشنقيقي تفسير السعدي رحمه الله ورحم الله علماءنا جميعاً تفسير مثلاً الشيخ بن عثمين المعاصر هذه تفسير سلفية على منهج أهل السنة والجماعة هناك ما يسمى بالتفسير الفقهي التفسير الفقهي هو الاتجاه الذي يفسر الآيات المتعلقة بالأحكام والفقه مثل أحكام القرآن للعربي أحكام القرآن للجصاص أحكام القرآن للكية الهراسي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وهذا سنأتي عليه إن شاء الله التفسير اللغوي هو الذي يركز على اللغة مثل معاني القرآن للفراء إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس وكذلك معاني القرآن له يركز على المعنى الكتب التي تعنى بالجانب مجاز القرآن لأبي عبيده معمر بن المثنى التي تركز على الجوانب اللغوية إما من حيث تفسير الألفاظ أو من حيث بيان الإعراض التفسير الإشاري هو ما يسميه طبعاً هو عند الصوفية وعند بعض العلماء يسمونه تفسير الإشاري يعني ما أشارت إليه الآيات ودلت عليه من التهذيب وتشير إليه إشارة طبعاً هناك تفسير الصوفية يعتنون بهذا التفسير الإشاري كتفسير أبي عبد الرحمن السلمي وهو غير أبو عبد الرحمن السلمي التابعي تفسير النقاش وغيره تفسير بعض الصوفية أشار التفسير الألوسي روح المعاني يشير في آخر التفسير إلى ما يؤخذ من الآيات من الإشارة هذا التفسير الإشاري يعني أن تشير الآية إلى المعاني القفية أو ما يسمى بتفسير المعاني الباطنة للآيات ليست المعاني الظاهرة ويضربون له مثال مثلا بتفسير ابن عباس رضي الله عنه لسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح طبعا المعنى الظاهر لها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذا الظاهر واضح لكن الباطن يقولون الإشاري فيه إشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعي للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه إذا جاء نصر الله والفتح وتم الأمر فليس بعد التمام إلا النقصان يعني أنك قد أديت المهمة وستوافي الأجل أو ستنتقل إلى الرفيق الأعلى وهذا ما فهمه ابن عباس وأثنى عليه عمر وقال لا أفهم منها إلا ما تفهم فهذا قد يكون أصلا للتفسير الإشاري لكن التفسير الإشاري لابد أن يكون صحيحا في نفسه وأن يكون في اللفظ ما يشير إليه ويدل عليه وأيضا لا يتعارض مع أقوال السلب في التفسير هناك اتجاه آخر يسمى التفسير الإصلاحي وهذا نشأ في خاصة اهتم به في القرن الماضي في القرن الرابع عشر ويمثلون له بالتفسير الإصلاحي التفسير الاجتماعي الإصلاحي تفسير محمد عبده ومحمد رشيد رضا تفسير القرآن الحكيم حيث كان المقصود الأهم لهما هو إصلاح المجتمع عن طريق تفسير القرآن وبيان هداياته وما يدعو إليه التفسير الإصلاحي وقد يدخل معه تفسير سيد قط في ظلال القرآن لأنه يريد إصلاح المجتمع وإنقاذه مما هو فيه من الانحراف والظلال يعني هذه التفسير تسمى التفسير الإصلاحية ويمكن الرجوع في هذه الاتجاهات إلى كتاب اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للدكتور فهاد بن عبد الرحمن الرومي وهو كتاب واسع مهم في بابه هذا ما يمكن أن يقال في أقسام التفسير من حيث مناهجه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لأني ما يحب ويرضى والله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين